تفضل. رجل رجل. نعم. مريض بالكلة. نعم. عنده كيلة واحدة لشغالة. نعم. كيلة واحدة لشغالة. نعم. والدكاتري امرته ان هو ما يصومشي. نعم. لان طيامه هيضر الكيلة السليمة. نعم. والرجل هذا فقير لابعد الحدود. ولا ما يقدرش يعني ان هو يطعم عن او يصوم الايام اللي هو اللي بفترها دي. نعم نعم. فقير يعني هو من قرية اوه اسمها بالقاف. وعشان يجي المنصورة للمستشفي يستلف قبرة الطريق. علشان يجي. نعم. يعني ما عندهش النفقة اللي يقدر يه يدفعها اللي هو يطعم مكان اليوم اللي هو. نعم 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 افهمك. ده حكم الراجل ده ايه? لانه قعد دلوقتي يستمع لما عليك. وعايز يفهم السؤال. هو الان الان طيب. انا سأجيبك الان مش هاخرك. هأجيبك وانت معايا كده. على الان في امور ثلاثة. الامر الاول يجب عليه الفطر. تمام. يجب. لان المفتي الاصيل له هنا هو الطبيب. فهي حضرتك. فيجب عليه الفطر. هذه الاولى. وقد قال الله تعالى ولا توقع بأيديكم من التهلك. ولا تقتل انفسكم من الله كان بكم مرحيمة. والمشاكل تجيب التأثير. فعليه يجب الفطر. الامر الثاني عليه اطعام عن كل يوم مسكين. اذا كان فقيرا وهو من المسكنة بمكان. وما عنده اختلف العلماء هنا تسقط عنه ام لا تسقط عنه. حقيقة الامر هي في ذمته. عندما يتيسر عليه ويستطيع ان يطعم عن كل يوم مسكين يفعل. طيب. يعني المسألة واقفة على التيسير عليه. ممكن بقى احنا نكلم اهل الخير واحد يطعم عنه. ويبقى اغنى المسألة باسرية. اه ناس من اهل الخير واكيد يسمعون ان الان يطعم عنه تلاتين يوم تلاتين مسكين يتعام تلاتين مسكين ويكون احسن الي في ذلك. كما فعل النبي صلى الله عليه الذي قال اه انه قال اهلك نفسه بجماعي في نار رمضان. الله يبارك لك. هو زي السؤال اللي كنت عايزة اقول لي الفاصلتك عليه. وانا اجابتك الان خادمك بين ايديك.